اشتركوا في القناة النادي الاهلي من البداية للنهاية واعتقد على الرغم ان احنا فقدنا فيها نقطتين مهمين جدا في سباق وفي صراع المنافسة على صدارة الدوري لكن فيها الحقيقة دروس مستفادة اعتقد انها لها قيمة كبيرة جدا في باية المشوار واعتقد يمكن يكون واحد من اهم الدروس دي ان التركيز في كل مطشط النادي الاهلي اللي جاية يتقاس بالثانية ثانية واحدة ممكن تكون فرقة وتقلب نتيجة مباراة ده بيتهايلي واحد من اهم الدروس واعتقد ان الدرس التاني اللي لا يقل اهمية عن الدرس الاول هو انه اللي تعرف ديته اقتله المطشط اللي تبلك انها انتهت او انها سهلة رغم انه متبق فيها وقت كتير مش مفترض انك انت تركز فيها في التوقيت ده تحديدا على الناحية الاستعراضية وعلى نحية الاداء وكل فرصة بتجيلك محتاج تتعامل معاها كأنه اول هدف بتسجله يمكن ما كانش يوبنا ويمكن كان التوفيق مش حليف فرقتنا لكن الحقيقة مباراة قدم فيها النادي الاهلي عرض قوي جدا يطمننا ان شاء الله باذن الله على اللي جاي وخلينا نقول كده انه هم نقطتين اتنشلوا من جيب النادي الاهلي على كل احوال هنتكلم في مطش بيرامدز والاهم طبعا مطش سموحة بكرة اللي منتظرين فيه ان شاء الله باذن الله اداء ونتيجة كويسة باذن الله خلينا اقول لحضراتكم كمان ان اليورو زي ما اتكلمت في البداية النسخة دي بتقول انه زي ما اقلت قبل كده الحقيقة في سادسة مفيش كبير في كرة القدم امبارح بلجيكا بتحصل الرباع الكبير بتحصل فرنسا والبرتغال والمانيا وهولندا وبتخرج على ايد مين على ايد ايطاليا اللي ما كانتش اساسا ضمن الترشيحات كلام كتير جدا نكلموه حتى منهم من نجوم ايطاليا قلتبالي هنا في سادسة معنا قلنا انتظروا نسخة مختلفة تماما من ايطاليا وقد كان للدرجة اللي خرجت فيها صحف ايطاليا بعد ما فازه وتخطه البلجيك ووصله لقبل النهائي مش مصدقين وبيقولوا هو اللي خصل ده حقيقي حقيقي ايطاليا بتهزم بلجيكا بنتيجة اثنين واحد وبتتأهل وبتقدم الحقيقة او منسيني الحقيقة او منشيني بيقدم الحقيقة درس مهم جدا في عالم كرة القدم فريق يعتمد في المقام الاول على الجامعية ويعتمد بشكل كبير جدا على حالة من حالات الانسجام وطبعا قيادة رائعة جدا من منشيني للفريق مش بس خليتي اوصل لدور قبل النهائي لكن غير اسطوب الكرة اللي عرفناها عن ايطاليا على مدار السنين كتير جدا واعتقد انه ايطاليا بنسختها اللي احنا نعرفها ايطاليا البطل المرشح دائما لتحقيق الالقاب حصلت او رجعت مرة تانية مع منشيني افكر حضراتكم بسؤال حلقتنا عشان ما عندناش وقت وهيكون موجود لغاية بكرة بس ان شاء الله لغاية معهد مطش الاهلي واسموحة مطلوب من حضراتكم تختاروا افضل تلات لعابين من وجهة نظركم في مباراة الاهلي وبيراملز والحقيقة انه الفرقة كلها جادت رغم انه النتيجة ما كانتش على قد تطلعات والحقيقة يمكن هنا اقف شوية مع جمهور النادي الاهلي في اغلبيته الكسحة المدركة تماما انه هي سقطة هي كبوة ولكنها ابدا لم تعبر عن سير المباراة والحقيقة حالة الدعم اللي ظهرت بشكل كبير جدا على سوشال ميديا بتأكد على ده ارجع اما حضراتكم نتاج مبارح اسبانيا وسويسرا وسويسرا كانت هتعمل مفاجأة وتخلي اسبانيا تصيف هي كمان لكن ضربات الجزاء او رقلات الترجيح من نقطة الجزاء حسمت المواجهة لصالح الاسبان بنتيجة 3 واحد بعد منتهى الوقت الاصلي بنتيجة 1 واحد ايطاليا وبلجيكا كانت موقعة كروية اكتر من رائعها اعتقد لو دي بروينا كان في حالته لو هازرت كان موجود كنا شوفنا بلجيكا بشكل اقوى من كده لكن في جميع الاحوال الاطاليان سيطروا على المباراة ووصلوا واجالوا وتغلبوا على رفاق لوكاكو بنتيجة 2 واحد النهاردة عندنا خلينا راجع معكم كمان كوبا امريكا كوبا امريكا كان في بيرو وفاراجوي والنتيجة انتهت 3-3 في الوقت الاصلي برقلات الترجيح 4-3 والبرازيل وتشيلي 1-0 لصالح البرازيل النهاردة هتتابعوا في اليورو مباراة في نفس التوقيت معنا بالضبط ماشيين مع بعض ايمبارا للكده بين تشيك والدنمارك الساعة 6 مساء وبالليل هيكون المعاد مع اوكرانيا وانجلترا اعتقد انجلترا في طريقها للوصول للنهائي لو لم تحدثوا فجأات كالعاد كوبا امريكا منتصف الليل تحديدا هيكون معادنا مع اورو جوي وكولومبيا نروح مع حضراتكم لاهم معنوين حلقة النهاردة والبداية مع النادي الاهلي الاهلي بيختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة سيد عبد الحفيز يعلن غياب بدر بنون عن مباراة الاهلي واسموحة والاهلي يبدأ اجراءات سفر للمغرب لخوض نهائي افريقيا امام كايزر تشيز تحت الكرة يكشف عن المباريات التي سيخدها النادي الاهلي بدون لعاب المنتخب الأولمبيد وعلي زين انتقالي لبرشتونة حلم واعتمنى ان نفوز بدوري الابطال مرة اخرى السحف الايطالية لوكاكو يستسلم امام القاتصوري المزهل في معركة ميونيخ كلمة اخيرة الحقيقة قبل مختم مقدمة الحلقة النهاردة لمحمد الشناوي ارمي ورى ظهرك ورى ظهرك دي رسالة الحقيقة الكتير من جمهير النادي الاهلي وجهتها في رسالة دعم مباشرة وواضحة للنجم النادي الاهلي كنت ولا زلت حارس مرمى الاول في مصر وكنت ولا زلت حقاة الصد والامان للنادي الاهلي كل جمهير النادي الاهلي واثقة فيك واذا كان فيه غلطة صغيرة اعتقد انها هتكون سبب في زيادة تركيزك وفيه قدرتك على حسب مزيد من البطولات ان شاء الله الموسم ده للنادي الاهلي محمد الشناوي كل التحية من جمهير النادي الاهلي طيب اهلا وسهلا بحضراتكم سريعا جدا نخش بس في استعادات الاهلي طبعا الاهلي عنده تمليلنا النهاردة وبعدها يدخل معسكر بكرة ويلعب بكرة ان شاء الله بإذن الله طبعا مع سموحة في بطولة الدوري الممتاز خليني اقول لحضراتكم انه ايمن طبعا كان غاب عن ايمن اشرف غاب عن ماتش بيراميز عشان كان عنده ثلاثة انزارات ان شاء الله ايمن جاهز لماتش بكرة كانت قال ان محمود وحيد يعني اصيب وكده لا محمود وحيد شارك في التابلين وجاهز تماما مع الفرقة اللي هيغيب عن الفريق ان شاء الله في ماتش بكرة هيكون بدر بنون بدر خد انزار تالت يمكن ناس كتير من اللي تابعت الماتش ما شافتش اللقطة دي لكن بدر كان حصل على الانزار التالت في ماتش بيراميز وبالتالي هيكون غايب على ماتش سموحة بسبب حصوله على ثلاثة انزارات طيب نروح لملعب التتش فاروق صلاح طبعا لسه مش جاهز طيب خليني اكلم مع حضراتكم طبعا اول حاجة في التمرين نهاردة كانت كلام مستر مسلماني مع الفرقة على الاخطاء اللي حصلت فيه مباراة بيراميز والطالب بالتأكيد طبعا مفهوم انها ما تتكررش انت كان عندك فرص كتيرة جدا تكسب الماتش سكور كورة شريف اللي في العرضة لضربة الجزاء علي معلول واكتر من فرصة الحقيقة عشان كده بقولت يعني واحدة من الدروس المستفادة لماتش كان يبدو سهل كان سيناريو رجوع بيراميز صعب وبالمناسبة رجوع بيراميز كلمتين يعني ان كنت بحبش كالف مضوع ده خلاص مضوع ده قتل بحسن وتقفل بالنسبان لكن يعني من المتعرف عليه الحقيقة انه اي لعيب سابق في اي فرقة اضطرته الظروف النوعية وجهها وبنشوف ده كتير جدا في اوروبا يعني طبعا عقليات المحترفين دي ناس وصلة لحتة تانية وبيسجل في فرقته بيبقى متحفز شوية في فكرة الاحتفال كلام ده انا بقوله لرمضان صبحي لانه في النهاية ابننا واحد من لعيبة منتخب مصر حين الاولمبياد وكمان واحد من لعيبة منتخب مصر الاول ويهمنا انه يعني يحافظ على نفسه واتمنى الناس المقربة منه انها يعني تتكلم طبعا بالنسبة لإدارة النادي الاهلي الموضوع تقفل من زمان جدا صفحة رمضان صفحة إدارة النادي الاهلي قفلتها من زمان جدا الحقيقة وما بيفتحاش وتخطناها والموسم الحمد لله ماشي معنا كويس جدا ومن بعد رمضان وغير رمضان الاهلي زي ما بنقول ما امرقفش على حق بطولات كتيرة جدا لكن فكرة استضامك بالجماهير النادي الاهلي والسبززك الدائم ليهم اعتقد ده امر عليك انك انت تتجنبه وتخلي الامور دي مع الوقت الناس تنسيها عشان انت في النهاية موجود مع منتخب مصر الاولمبي وفي يوم الايمة تبقى موجود مع منتخب مصر الاول اعتقد انه مش من الحكم على الاطلاق انك تحاول انك انت تستفز او تصدم بجماهير النادي الاهلي واعتقد انه العقلين اللي حواليك الناس اللي عندها خبرة ممكن يكونوا ليهم كلام معاك في النقطة دي الجزء التاني اللي عايز اقول لحضراتكم طيب خلينا نروح لفاروق صلاح في ملعب التتش عشان نتابع تمرين اخبار تمرينة النادي الاهلي النهاردة ونتعرف النهاردة اعتقد عندنا اكتر من حالة عزينة تطمن عليها طبعا بداية محمد محمود وافترض نرجع التمرين النهاردة نتأكد كمان على سلامة محمود وحيد وغيرهم من اللاعبين كابتن ايمن اشرف في التمرين النهاردة فاروق مساء الخير اهلا بيك معنا طبعا في السادسة وناخد منك كده العنوين الاساسية في استعادات الاهلي لمواجهة نادي سموح كل التحية للزميل العزيز احمد سبير كل التحية لك يا احمد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان اهلا بيك يا فاروق كلمني عن تمرينة النهاردة مستر مسماني تكلم مع الفرقة في حضور اللاعبة في الملعب اطمن منك على يعني احنا امكان لما تابعنا تمرينة الاربع كنا عارفين ان محمد محمود يبدأ من النهاردة يدخل في التمرين الجماعي عايزين اطمن منك كمان على حالة محمود وحيد هل عينة من اي شيء ولا اشترك في المران مع الفرقة بشكل طبيعي يعني اطمنك مبدايا على حالة اللاعبين المصابين محمود وحيد طبعا كان لم يستكمل المران بالامس ليه يعني حدوث كاتب المحمود وحيد ولكن النهاردة بصورة طيبة بيشارك في المران بيشارك في التأسيمة الرئيسية اطمنك عليه واحد من اللاعبة المهمة في النادلالي لكن اطمنك ان هو محمود وحيد النهاردة موجود في المران موجود في التأسيمة الامر الثاني الخاص بيه طبعا ايمن اشرف عودته للمران والتدريب وعودته للمباراة سموحة هو غاب عن مباراة بيرامدز لحصوله على الانذار الثالث ايضا بدر بنون اللي هيغيب عن مباراة سموحة غدا بمشية الليل لحصوله على انذار الثالث في مباراة بيرامدز محمد محمود يعني هينضم ان شاء الله للتدريبات الجمعية ويكون موجود في التدريبات الجمعية عقب مباراة سموحة محمد هاني اللي بيواصل البرنامج التأهيل الخاص بيه النهاردة بنشوف في التأسيمة الرئيسية محمود متولي كريم ندفد اقرب اللاعبين اللي يعني خلاص بدخلوا في فورمة واجواء احساس المباراة تعرف التأسيمة بتاعت اللعبة النادري اللي بتبقى جزء كبير جدا منها من هو الشكل المباراة فاطمنك على محمود متولي وعلى ايضا كريم ندفد بنتكلم بقى على استعدادات الفريق للمباراة كده فاروق معلش اسموحة كده محمد هاني مش معانا في مطش اسموحة بكرة على كلامك يعني كده محمد هاني برضو مش هيبقى جهاز للمباراة اسموحة اتفضل كامل يا فاروق اه بالزبط محمد هاني مش موجود في مباراة محمد هاني مش موجود في مباراة اسموحة لسه بيواصل البرنامج التأهيلي الخاص الموضوع من قبل الجهاز الطبي ان شاء الله محمد هاني يعني واحد من العيبة طبعا والاضافات المهمة جدا لليه اللي ندل اهلي في مركز زاير ايمن لكن خلينا بقى نتكلم على استعدادات الفريق استعدادة الفريق لمباراة اسموحة بدأت مع انتهاء مباراة بيراميدز ومستر بيتس موسيماني طبعا مع اللعبين في غرفة خلع الملابس اتكلم خلاص مباراة واتقفلت وخلاص هنركز في المرحلة المقبلة تاني يوم كان تدريب الفريق اللي عقد جلسة مع اللعبين قال مش عايزة التفت لكل الاخبار او الكلام اللي بتقال احنا فريق لازم نحط كل خطأ في وضعه الطبيعي عند رأي مرحلة مهمة جدا مطوب فيها التركيز من الديئة الاولى للديئة تسعين النهاردة عقد محاضرة فنية مع اللعبين قبل انطلاق المران استمرت لمدة نصف ساعة طبعا عرض من خلالها اللقاء بيراميدز اغلب الفرص اللي النادي الاعلي اهضرها من بداية المباراة من اول الديئة الاولى طبعا اتكلم مع كل اللعبين قال احنا مقبلين على مرحلة صعبة جدا ومرحلة مهمة جدا لازم نستغل انصاف الفرص طالب من اللعبين بضرورة استغلال انصاف الفرص قال ان انا بصق فيكم كلكم بصق في اي 11 اللعب بديكم الثقة وراكم جمهور كبير جدا بيستني منكم الكثير ايضا النهاردة كان موجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاعلي اللي دايما هو الداعم والساند لفريق النادي الاعلي في كل الظروف موجودة النهاردة تابع المباراة تابع التدريب بالكامل يعني منذ بداية التدريب حتى انتهاء التدريب الكابتن محمود الخطيب قاعد بتابع المران بالكامل طبعا مستر بيتسو موسماني جرب بعض الامور الخاصة بالفريق النادي الاعلي اللي عايز يطبقها غدا في مباراة سموحة ايضا بعد الكرات السابة اللي بيشتغل عليها مستر بيتسو موسماني ان شاء الله اللعبة تكون على قدر المسئولية ان شاء الله غدا بمشيئة الله وتحقق انتصار على فريق السموحة في المباراة المقرر قناة اعرف منك بس الناس كتير بتسأل على حالة كريم نادفيد واي يمكن ظهر معنا في الكادر في التمرينة النهاردة فبرضو نتطمن منك على حالة كريم انت شايفه في الملعب اكتر بتتابعه يعني فتطمن عليه حالته ايه ناحية البدنية شايفه جاهز فت يدخل قريب مع الفريق ان شاء الله لانه اعتقد كريم من افضل لعبين ونفس الامر كمان او نفس السؤال ينطبق على محمود متولي بالزبط زميل العزيز احمد سمير هو مستر بيتسو موسماني كمان كان يعني اجتمع في جلسات كده مع كريم نادفيد ومحمود متولي يعني في مران اليوم ده اكثر من مرة كلم وقال انتوا العيب انا انا يعني شفتلكم وعارف هو متابع كريم نادفيد من زمان ومتابع محمود متولي وقال انا مستني انتوا يكونوا موجودين معه في الملعب ان شاء الله ويكونوا موجودين مع الفريق النهاردة بشوف محمود متولي بيشارف التأسيمة للاخر بيشوف كريم نادفيد ما يتبقى الا بس الرؤية طبعا الرؤية الفنية المستر بيتس ومسيما ان هما يكونوا موجودين خلال الفترة القادمة لكن الحالة البدنية اللي عليها كريم نادفيد يعني نقدر نقول ان كريم نادفيد في حالة بدنية اكثر من رائعة ايضا محمود متولي محمود متولي كمان بدأ خلاص يشارك في موضوع الالتحامات تعارف طبعا يا زميل احمد انت تعارف بعض العودة من الاصابة بتبقى يعني الالتحامات بتقل شوية لكن محمود متولي دلوقتي بشوفه في الالتحامات في الارتقاء في القراط العالم هل تم اعلانها عن قائمة الفريل لسه من ثواني يعني خلاص من دقائق انتهى المران لسه في انتظار خروج القائمة الرئيسية للنادر مستر بيتس ومسيما ان هي اعلان القائمة لكن طبعا يبقى فيه استمرار طبعا الغياب لوليد سليمان استمرار غياب او هيغيب طبعا بدر بنون للحصول على الانظار الثالث هيعود ايضا ايمن اشرف لكن خلال دقائق ان شاء الله مستر بيتس ومسيما ان هي اعلان القائمة يكون موجودة معك زميل العزيز احمد سمير طبعا وهنتابع معك على مدار الحلقة بشكرك شكرا جزيلا طبعا زميل عزيز فروق صلاح وهنتابع معك تاني طبعا اخبار قائمة الفريل اختارها مستر المسلماني لمطش بكرة طيب حاجتين عايز اتكلم فيهم بخصوص نادي الاهلي الحاجة الاولى فيما تعلق برحلة المغرب ان شاء الله باذن الله طبعا زي ما اعلان اتحاد المغربي من ناحيته ان المباراة هتقام بدون جمهور نادي الاهلي من ناحيته بيحضر كل الترتيبات الخاصة بسفر الفرقة ان شاء الله الفرقة هتسافر على طيارة خاصة تحدد لها يوم 13 باذن الله 13 سبع عشان تحضر طبعا نفسها لمواجهة كايزر تشيفس في المغرب يوم 17 المغرب اعلنت انه فيه فقاعة طبية هتبقى قبل المباراة النهائي بتلات يام واغلب الزن اعتقد في تأدير يعني وده لم يحسن بشكل نهي لكن فيه اغلب الزن طبعا كابتن محمود الخطيب بنفسه اذا كان الراجل حريص على انه يعني يتابع تمرنت الفرقة من اولها لنهايتها فطبيعي جدا هو حاضر مع كل مطشات النادي الاهلي برا وجوه فبالتالي ولا مفيش مطش اهم من المطش ده السيزن فاعتقد كابتن محمود هو اللي هترقص البعث خليني اقول لحضراتكم كمان نقولنا انه بدر مش هيلعب بكرة ايمن ان شاء الله يرجع مرة تانية لخط الدفاع النادي الاهلي خليني اقول لحضراتكم موعيد المطشات بتاعت الاهلي اللي هيغيب عنهم او عنا فيها لعبة المنتخب الاليمبي بداية كده فيه تلت مطشات طايرين دول طبعا الدور التمهيدي احنا هنلعب هنلعب تلت مطشات اسبانيا ارجنتين استراليا فهيغيب عنا لعبة المنتخب الاليمبي في مطشات البنك الاهلي يوم 22 سبعة والانتاج يوم 25 سبعة واسوان يوم 29 سبعة دول كده كده احنا هنلعبهم من غير لعبة المنتخب الاليمبي اما لو المنتخب استطاع انه يتجاوز دور المجموعات ويوصل الربع النهائي فهيغيب عنا كمان لعبة الاليمبي يوم 28 عندنا مطش وادي دجلة وصلنا للدور قبل النهائي يعني المنتخب الاليمبي مكمل ومشي معاهم ميت فول بالنسبة لنا مش عايزينهم يرجعوا كملوا هتقولنا مداليا طبعا هيغيب لعبة المنتخب الاليمبي عن مطش سيراميكا يوم خمسة اما في حال لو تأهل منتخب مصر الاليمبي للمباراة النهائية يا سلام يا سلام ده يبقى شيء عظيم جدا والولاد ادىها الحقيقة الفرقة دي فرقة محترمة جدا واملنا فيك كبير جدا 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 وان شاء الله تقدروا هيلعبوا يوم 8 تمانية المباراة النهائية فبالتالي هيبقى صعب جدا انه يرجعوا لانه الاهلي عنده يوم مطش تسعة يوم تسعة في مطش طبعا في الدوري مع الاسماعيلي وهيكون صعب طبعا الولاد يرجعوا يوم تمانية من اليابان عشان يلعبوا يوم مطش تسعة فمطش تسعة كمان طير بس على قلبنا يعني زي ما بيقولوا كده زي العسل نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الاليمبي يمكن كابتن شاوي غريب اعلن عن القايمة من الكبار فوق السن اختار الوينش والشناوي و احمد حجازي طبعا ماي الاكتر لناحية التأمين الحتة اللي وراء معاهم في حراس المرمة هيكون الشناوي محمد صبحي و محمود جاد الدفاع احمد ابو الفتوح كريم فؤاد احمد حجازي محمود الوينش محمد عبد السلام احمد رمضان بك اسامة جلال و كريم العراقي قط الوسط اكرم توفيق عمار حمدي امام عشور نصر ماهر رمضان صبحي ابراهيم عادل عبد الرحمن مجدي طهر محمد طهر والهجوم احمد ياسر ريان و صلاح محسن و نصر منسي تشكيلها ينقصها بس ابو صلاح و مصطفى محمد يعني لو الاتنين دول كانوا كمان زودوا لكن اللي انا قلتهم مفيش اسم قلته مش نجم مش بقولوا حقيقكم مش بيلعب مع فرقيته في الدولي مش نجم فرقيته في الدولي يعني كل الاسماء اللي انا قلتها يمكن حتى بما فيهم ناصر ماهر اللي يمكن يكون بعيد لكن انا عرف قمشة ناصر مع المنتخب الأولمبي يعني الولد الحقيقة يعني ان شاء الله بإذن الله يستعيد مستوى يتقلق و عندنا وقت قبل البطولة والفرق اعتقد كابتن شوق يحدد يوم تمانية اعتقد عشان الفريق يدخل بقى معسكر قبل ما يسافر ان شاء الله لتوكيو طيب نروح طبعا اقولت حقيكم احنا في المجموعة التالتة المجموعة النارية على حظنا يعني وقع في سكتنا اسبانيا والارجنتين واستراليا لكن ان شاء الله بإذن الله قادرين على التأهل نروح للولد الولد ابننا برضو ابن النادي الاهلي صحيح وسبنا من شوية حلوين لكن المشوار اللي خده يعني حقيقة شيء يشرف ويفرح كل المصريين علي زين جناح ايسر طبعا منتخب مصر الكورت اليد اللي مش فاكره الولد اللي شعره كورلي ابو صلاح برضو بس بتاع هانبول يمكن هو الحقيقة صفقة جديدة اعلن عنها طبعا وظهر بشكل كبير جدا على موقع التواصل على الصفحات الرسمية النادي برشلونة انضم زين بالفعل النادي برشلونة الاسباني بطل دوري ابطال اوروبا رسميا خلال الساعات الاخيرة واحد من نجوم مصر المتقلقين في ملاعب اوروبا كان عندنا بطل مصري تاني كمحمد مندوح حاشم كان اتخذ بطولة اوروبا مع مومبلييل الفرنسي ودلوقتي بيلعب مع دينما بخارست عندنا ولد بيلعب النهاي الان بي اي خليني افتكر عبد الرحمن نادر هيلعب مع فينيكس فينيكس سانز هيلعب نهاي الان بي اي في امريكا فالحقيقة يعني نمازج بتشرفنا والحقيقة نتمنى انه النمازج دي تنتشر في كل اللعبات طيب هكتفي بالجزء ده من الاخبار لانه عندي كلام مهم جدا عن اليورو عندي كلام مهم جدا عن تأهل ايطاليا وتجربة ايطاليا مع منشيني مع واحد من اساطير الكرة الايطالية اللي تابع الميلان او اللي بيشجع الميلان في عصره الدهبي يعرف مين هو روبرتو دونادوني نجمنا اللي هيشرفنا النهاردة في السادسة عبر الفيديو كونفرنس بس بعد فاصل سريع ونرجع لكم مع واحد من اساطير الكرة الايطالية روبرتو دونادوني اشتركوا في القناة وكان الجيل ده جيل مكتسح قادر ان هو يوصل دايما لمنصات التتويج وخصوصا كمان على مستوى اوروبا منهم النهاردة هشرفنا واحد من نجوم واساطير الكرة الايطالية سواء مع منتخب ايطاليا كلاعب واو الايسي ميلان او ايضا كمدرب من المدربين نتولوا مسؤولية المنتخب الايطالي ضفنا النهاردة في السادسة هو نجم الكرة الايطالية روبرتو دونادوني بداية طبعا بشكرك على وجودك معنا ويعني طبعا ابركلك في البداية على تأهل ايطاليا على حساب المنتخب البلجيكي واعرف من وجهة نظر روبرتو دونادوني هل كانت مفاجأة ليك وصول ايطاليا للدور قبل النهائي ولا ده شيء كنت متوقع من قبل ما البطولة تبدأ في بداية الامر شكرا لكم شكرا لقناة الاهلي اعرف الاهلي جيدا ولهذا قابلت الدعوة بكل رحب انا اشكركم على صدباتي وعاوز اقدم فخر لي الظهور على قناة النادي الاهلي واعرف جيدا الشعب المصري والان نتحدث على المنتخب الايطالي لست مفاجأة اذا كنت تريد الحديث عن المنتخب ايطاليا فليجب ان نتحدث عن روبرتو منشيني والعمل الكبير الذي قدمه روبرتو منشيني مع المنتخب الايطالي وذلك من قبل بداية اليوري حتى الان ولذلك اجابة على سؤالك ليست مفاجأة هذا كان المتاقع والشعب الايطالي ينتظر الافضل في المباراة القادمة من وجهة نظرك ايه الاسباب مش بس في وصول منتخب ايطاليا للدور قبل النهائي في بطولة اليورو لكن كمان في مستوى الاداء والكرة الحلوة اللي يمكن غابت عن ايطاليا لسنوات كتير انا اعتقد ان الشيء الايجابي اكثر الشيء الايجابي عامل الشباب وسياسة المدير الفني وروح الجماعة التي توجد في منتخب ايطاليا الجميع شاهد ايطاليا وشاهد مجموعة اللاعبين الشباب الذين يقدمون مستوى رائع وهذا يعتبر اهم شيء في لاعب كرة القدم ان يتحل بالروح روح الجماعة وروح الجرينتا العزيمة التي تملكها ايطاليا كان هذا هو العامل الرئيسي في ظهور ايطاليا بهذا الشكل الرائع الذي يقدمه في لال بطولة اليورو اذا تحدثنا عن العوامل فالعوامل كثيرة ولها منصيني ثم روح اللاعبين والعزيمة التي تملكها ايطاليا كاكبر الفرق الاوروبية بل العالمية انتو تعرفون ان ايطاليا معروفة بالجرينتا والمنتخب يريد الفوز يمكن يعني البعض التحدث في بداية البطولة انه مواجهات ايطاليا في دور المجموعات كانت الى حد ما نسبيا سهلة وبحكم انها كانت على ارضها يمكن ده رفع من اسهم ايطاليا لكن الاختبار الحقيقي لها كان امام بلجيكا وبلجيكا كانت مرشحة للحصول على اللقب من وجهة نظرك كمان كيف نجح المنتخب الايطالي في الفوز او في تخطي عقبة بلجيكا في طريقه للمنافسة على لقب البطولة الامر ليس بالسهولة كما اعتقد الجميع ان ايطاليا قامت بلعب مباراة سهلة عن ماذا تتحدث عن سويسرا التي اطاحت بفرنسا وخرجت بالامس امام ازمانها بدربات الترجيح عن ايطاليا التي لعبت على ملعب الاوليمبيكو وفازت ثم فازت في ويمبلي امام النمسا والامس شاهدنا ايطاليا تفوزك في الينزا ارينا انا لست متطابق مع هذا ايطاليا فريق فريق يملك مكاومات عظيمة جدا اذا كنت تريد ان تعلم هذا انا اقول لك شاهد ايطاليا في المباراة القادمة امام اسبانيا سيكون اصعب من اختبار بلجيكا اما عن بلجيكا الذي كانت اقوى المرشحين بالفوز بالبطولة المباراة كانت صعبة جدا على المنتخب الايطالي ولكن شباب منتخب ايطاليا لعبين قاموا بعمل كبير جدا سيذكروا التاريخ كما عهد الايطاليين السابقين واقول لك انا متحمس جدا لمباراة اسبانيا القادمة ايطاليا ستقوم بعمل وعمل كبير جدا بلجيكا كان منتخب صعب جدا من دي بروين للوكاكو لكن لك تفوزنا وهذا الاهم خلينا سألك على مواجهة اسبانيا شارك طبعا مع ايطاليا مفهوم لفترة طويلة جدا كيف ستتغلب ايطاليا على كل هذه الصعوبات في مواجهة واحد من المنتخبات القوية والمرشحة ايضا لتحقيق لقب وهو منتخب الاسباني مختلف بالنسبة لنا اعلم ان اجواء السفر لديكم صعبة وقد تؤثر على الاجهاد والاراق لكن في اوروبا الوضع مختلف البلدان هنا وقريبة من بعدها البعض لا اعتقد ان الارهاق قد يتسبب بهبوط مستوى اللاعبين احنا متعودين على ذلك والمنتخب يتعود على ذلك ومنسيني درس هذا الامر وتدربنا على هذا الامر من قبل البطولة نعلم ان كل مباراة سوف تلعب على ملعب اخر هذا لن سبب اخر لكن ايطاليا ستكون بعرض كبير امام اسبانيا وانا متفائل جدا واقولها لك من خلال شاشة قناة الاهلي انتظروا ايطاليا اقوى من امام بلجيكا لان منسيني تحدث اليوم معي شخصيا وهذا حصريا لكم منسيني تحدث مع روبرتو روبرتو دونادوني عن اختيارات المباراة القادمة وطلب النصيحة انا اتحدث دايما مع منسيني بعد كل مباراة واعتقد ان منسيني يحضر مفاجأة للاسبان وهذا يمكن ان تأخذها من خلال قناة الاهلي لكن بالنسبة لسبينتزولا سبينتزولا سبينتزولا غامر في القرى كان يريد ان ينطلق من الناحية اليسرى من اجل عمل احد الهجمات المرتدة للأسف قطع في وطر اكيليس انهى بطولة بالنسبة لسبينتزولا لكن ايطاليا لديها البديل الكوف والذي كد يكون على قدر مباراة اسبانيا اميرسون بالميري اميرسون كد يكون بعمل كبير جدا لكن انا متفائل من قبل لما تبتدي البطولة مين كان الفريق المرشح لتحقيق اللقب من وجهة نظر دونادوني وفي المرحلة اللي احنا فيها بعد ما وصلنا لقابل نهائي مين هو برضو الفريق المرشح للوصول لللقب بالنسبة لي قبل بداية اليورو اذا كنت تريد الحقيقة بالرغم ان ايطالي سوف اقول لك فرنسا والمانيا كانوا اكثر للفريق المرشحين في المركز السالس كان البرتغال الرابع بلجيكا ايطاليا بالنسبة لي لم تكن مرشحة للفوز بالبطولة يجب ان اكون صريحا اذا كنت تريد الحقيقة طيب في المرحلة اللي احنا فيها يتبقى ثلاث منتخبات من اسماء الكبيرة منتخب الانجليزي المنتخب الاسباني والمنتخب الايطالي مين من وجهة نظرك الاقرب لتحقيق اللقب في بداية الامر يجب ان نشاهد اليوم مباراة انجلترا امام اوكرانيا من قال لك ان انجلترا ستعبول اليوم اوكرانيا نحن في عالم المفاجآت اليورو كرة القدم دائما كرة مفتوحة يفوز فقط من يلعب بجدية ويحترم الخصم انا لست موافقك انجلترا كتتقرج اليوم وامام اوكرانيا اما بالنسبة للمرشحين منتخب ايطاليا الاقوى خلينا اتكلم معك شوية على نجوم المنتخب الايطالي اللي يمكن توهجه وتقلقه بشكل كبير جدا في نسخة يورو 2020 هل بترى انه دي فرصة يعني لسنين طويلة يمكن غابت حتى النجوم الايطالية على ملاعب الدوريات الخمسة الكبيرة في اوروبا الدوري الاسباني والانجليزي والالماني والفرنسي لكن هل بترى انه توهج منتخب ايطاليا توهج الجيل ده من اللاعبين يعني ممكن يكون بداية العودة احتراف وانتشار اللاعب الايطاليين في الدوريات الخمسة الكبرى مرة تانية بالطبع هذا امر مفروغ منه ايطاليا قدمت مجموعة عظيمة من الشباب العالم الان يقوم باتصالات كبيرة مع وكلاء اللاعبين الايطاليين على مستوى الشخصي اعلم ان لوكاتيلي وانسيني باريلا كيزا قد تلقى العديد من الاتصالات من جميع وكلاء اللاعبين في انجلترا واسبانيا تحديدا اذا كنت تريد انجلترا واسبانيا تحديدا وكلاء لعبين قاموا باتصال لكن موريبرتو منسيني اغلق هذا ومنع هذا الايطالي من جميع وكلاء اللاعبين من اختراق الهواتف ومنع ان يتم الحديث عن هذا الامر لحين انتهاء اليورو لكن انا اعتقد ان جميع اللاعبين الايطاليين قد تلقوا ودعني ان اقول لك شيء مهم جدا ان هناك ثلاث او اربع لاعبين قد يغادرون انديتهم في اخر اليورو انسيني هل من وجهة نظرك هو الخليفة او الامتداد الطبيعي لنجوم بحجم روبيرتو بازيو اليساندرو دالبييرو فرانسيسكو توتي هل تتوقع ان انسيني كمان يعني يستمر مع نابولي ولا يكون في طريق الانتقال لواحد من اكبر الاندية سواء داخل ايطاليا او في اوروبا او الاندية ما الاوحد بجانب ديريس ميرتنز بجانب بعض اللاعبين امسالك وليبالي في نابولي فالتفريط في لورنزو انسيني امر لن يتم في نابولي لورنزو انسيني او اللاعب الذي قد يغير لك مباراة لعب لديها العديد من المواهلات يمكن ان يتحكم في رتم المباراة يلعب بعقله وقلبه والملاعب الذي ينفذ التعليمات دائما للمدرب لورنزو انسينيا يعشق كرة القدم ولد في شوارع نابولي يعشق مرادونا لهذا لورنزو انسينيا اذا كنت تريد ان يكون خليفة توتي روبرتو باجو انت تتحدث عن انا الماس هناك فرق بين الزهب والماس لكن دعني اقول لك ان لورنزو انسينيا نحن فخورين وبما يقدمه لمنتخب ايطاليا خليني اسألك كمان زي ما سألتك على تأثير يعني حالة التقلق للمنتخب الايطالي في اليورو على اللاعبين خليني اسألك كمان على مستوى الاندية لانه انت شخصيا يعني بتنتمي لجيل كان يعرف يعني ايه سطوة الاندية الايطالية وتحديدا الاسي ميلا على بطولة اوروبا قدرتكو على المنافسة على كل الالقاب ده افتقدته الاندية الايطالية يمكن في العشر السنين الاخيرة هل ده هل تقلق ايطاليا او فوزها في حالة فوزها ببطولة اليورو من الممكن كمان انه يترجم على تقلق على مستوى الاندية الايطالية في البطولات القرية انا اقول لك شيئا هام جدا في البداية اشكرك على هذا السؤال لان العديد من الصحف الاوروبية كللت من شأن ايطاليا ومن شاء الاندية الايطالية وان الاندية الايطالية لم تفرز العديد من اللاعبين لكن فوز ايطاليا بهذه البطولة سيعود ايطاليا الى الواجهة وسيعود ايطاليا الى مكانتها التبعية وسيعود الدور الإيطالي إلى وجهته والخصوصا إحنا قد رأينا الإنتر عندما كان في الأيام السابقة لم يفوز بالدور وشاهدنا الإنتر عندما فاز وأنت شاهدت الفرق فوز الإنتر أثر بشيء إيجابي كبير على عودة إيطاليا إلى الوجهة والمنتخب الإيطالي إذن هي معادلة إذن هي معادلة ما هي المعادلة؟ الأندية عندما يكون مستوها في الارتفاع هذا يؤدي بالإيجاب على المنتخب والعكس صحيح عندما يكون المنتخب في أقوى حالاته يعود بالنفع على الأندية بالطبع أكبر مفاجأة حصلت في نسخة يورو 2020 من وجهة نظر روبرتو دونادوني هناك العديد من المفاجآت أقوى مفاجأة أوكرانيا أن تلعب أمام إنجلترا لكن مورو تالسوتي وأندرياش بيتشينكو كاموا بعمل كبير لجل المنتخب الأوكراني بالنسبة لي أوكرانيا كانت مفاجأة كبيرة جدا وأنا فخور جدا بالعمل الذي يقدمه مورو تالسوتي مع أوكرانيا وأتمنى أن تفوز أوكرانيا أمام إنجلترا أفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حرس مرمى من وجهة نظر روبرتو دونادوني في البطولة إذا أنت تريد أن تعلم أفضل مدرب البطولة صعب جدا صعب جدا أن أقوم كلهم زملائي وكلهم أصدقائي أقول لك روبرتو منسيني قام بعمل كبير جدا في المنتخب الإيطالي وأساوس جيت مدرب إنجلترا قام بعمل كبير مع المنتخب الإنجليزي أنت تشاهد إنجلترا النسخة قوية لها لكن إذا كنت تريد نريد أن أقول لك شيء مهم جدا المدرب القوي من وجهة ناظري هو المدرب القادر على خلق روح في الفريق وأن يفوز بالبطولة في النهاية الفائز بالبطولة سيكون الأفضل روبرتو دونادوني بشكرك شكر خاص جدا على موافقتك على الظهور معنا أنت بالنسبة لي واحد من النجوم المفضلين وواحد من اللعيبة اللي بتنتمي لجيل مش ممكن أبدا ننساه حببنا مش بس في الميلان لكنه حببنا كمان في الكرة الإيطالية وكان الكلشو ده لسنين طويلة جدا هو واحد من أهم إنما كانش بالفعل كان أهم وأقوى بطولة دوري على مستوى العالم روبرتو دونادوني نجم الكرة الإيطالية ونجم الأيسي ميلان بشكرك على وجودك معنا في السادسة فاصل ولسه مستمرين مع حضراتكم نجم من نجوم النادي لأهلي السابقين هيكون مش عرفنا فيه لسوديو بعد لحظات بسيطة جدا مصطفى عفروتو نتكلم معاه على اللي حصل شوية في ماتش بيرميدز والأهم من ده ايه المنتظرين وايه المستنين وفي مبارات الأهل واسموحة بكرة بس بعد الفصل بحكم مكاني هنا في السادسة وبحكم ان انا بقابل طبعا أهلوية كتيرة يعني طول ما انت في الشارع لازم هتقابل أهلوية كل الناس بتوقفك وبتتكلم معاك منهم اللي لي اعتاب منهم اللي عايز يوسر رسالة منهم اللي بيشجع بحرارة منهم اللي بيسأل في اللي جاي بفتكر في الوقت كتيرة جدا كان الأهل بيبقى متأخر وراء ب13 نقطة وأكتر من 13 نقطة وبيرجع وبياخدوا البطولة في الوقت ده كان الجمهور بيبقى الدعم الأساسي للفرقة فرقة كانوا في سيزن انا فاكر في سيزن في موسم من ضمن المواسم قال لك يا رب بس الأهل ماينزلش يعني كانوا بيهز يعني فيه ناس كانوا بتهزر كده كان دماء خفيف شوية فبتقول لك يا رب بس الأهل ماينزلش فالفرقة رجعت وقدرت تحقق في نفس السيزن ده تاخد البطولة بقول الكلام ده ليه لأنه فيه يبدو أنه الفوز المتوالي أنك أنت كل البطولة بتخشها بتكسابها أو كل مطش بتخشه بتلعب بتكسابه عود شريحة كده من جباهير النادي الأهل الحمد لله قليلة أنها تغضب مع أول تعادل أو تغضب مع أول هزيمة وده لحد ما فيه لمسه في الشارع بعد مطش بيرامدس لكن الناس الحقيقة عشان فيه رصيد كبير جدا على طول عدة الموضوع نتمنى إن شاء الله القادم يبقى أفضل وزي ما قلت درسين مهمين جدا هي دروس مستفادة تهمنا جدا في اللي جاي لأنه جاي أهم وإحنا مخسرناش حاجة لسه ما زلنا إن شاء الله عندنا قدرة على تصدر البطولة مشرفنا واحد من نجوم النادي الأهلي النهاردة كابتن مصطفى عفرطته كليسة والات وجوالات سرعة ورجل شمال ومهارة وحرفانة وفي بيته طبعا نور بيتك كابتن مصطفى أهلا بك ربنا أخليك يا أستاذ أحمد أنا مبسوط وسعيد اللي أنا متواجد في بيتي ومع حضرتك أهلا وسهلا بك شفت إزاي قبل بس ما تكلم في بك بكرة مطش مهم طبعا ومطش صعب مع فرقة محترمة جدا فرقة سموحة تلعب كرة محترمة بس أعايز أخد كده منك إزاي تبيعة مطش بيرامدس وأهم الحاجات اللي وقفت عندها والله يعني هو يعني لو هنتكلم كرة لا يعني التوفيق ما كانش محالفك في المطش لأنك أنت كنت أنت المسيطر المجمل بتاع المباراة أنت اللي مسيطر أنت للأسف بس الفرص اللي جات لك ما قدرتش تستغلها ولكن التوفيق لو كان معنا كنا نقدر نوصل لأكتر من يعني نقدر نجيب أكتر من جون ولكن التوفيق ما كانش معنا والشناو طبعا جون كبير ويعني من دمن الأسباب يعني بعد ربنا كان الشناو في كاس العلم للأندية هو اللي خلنا ناخد المركز الثالث خلنا ناخد البرونزية فعمرنا جمهور الأهل عمر أصلا ما بيبص للحاجات اللي هي عشان نوقع الشناو لا الشناو بيلعب في نادي كبير جدا فلازما أي حد لما يجي يتكلم بيتكلم بإيمة النادي الأهلي لأن انت جون في النادي الأهلي وانت لو مش بالإمكانيات وبالشخصية اللي عندك ديها شناو عمرك ما تبقى متوجد في النادي الأهلي فانت عندك شخصية أو عندك شخصية كوية وانت بتلعب في نادي كوي فكل الأمور دي احنا كجمهور الأهلي أصلا يعني احنا كل الدعم لك وكل التوفيق لك لأن انت عندك رصيد كبير أو مع الجماهير فعمرنا أصلا يعني هي يمكن غلطة عشان تكشف قد إيه وطبعا محمد شناوي يعني مش محتاج يعرف معزته وغلوته بالضبط جدا وحجم تقدير جمهور نادي الأهلي دي لكن الحقيقة الغلطة دي كشفت وكانت يعني رسالة يمكن مهمة جدا أنها توصل أنه ولا يهمة كشناوي يمكن أغلب 99% من الكومنز الناس زعلت لمدة ثانية يعني لأنه كان فيه صدمة التعادل في اللحظة لحظات الأخيرة من المباراة في مباراة زي ما انت قلت تسايدها للأهلي من بدايتها لنهايتها لكن هي كانت الصدمة دي يمكن في التوقيت دا الحاجة الإجابية فيها حالة الدعم الكبيرة جدا من الأهلوية لمحمد شناوي طبعا طبعا الشناوي جون كبير يعني إحنا أصلا عمرنا ما فكرنا في يوم من الأيام اللي إحنا أصلا إحنا كل الدعم لأي لعب في النادي الأهلي إحنا الصبرتي بتاعه كجمهور وبندله الدفع وبندله الكوة داخل الملعب وخارج الملعب فإنت بتلعب في نادي كبير وانت قدرك اللي انت بتنافس على بطولات يعني انت مش بتنافس على بطولة واحدة بس في السنة انت ست بطولات بتشارك فيهم على مدار السنة فانت مطالب اللي انت تاخدهم فيعني الشناوي من الأسباب بردو كلي هي وصلنا لنهاية أفريقيا طبعا طبعا أربعة كلين شيت في دور أبطال أفريقيا سندونز رايح جاي التراجي رايح جاي فمشاء الله يعني إحنا عمرنا ما بننسى أصلا الحاجات دي فكل الدعم لي يعني احنا مش عايزين نكمل في الموضوع دو لا أنا عايز عارف فقا لانه انت وقفت وقفت دوري أبطال أفريقيا مع التراجي رايح جاي بسكور محترم وأداء محترم أنا بس عايز يهمني الأداء مش بس النتيجة اللي وصلتك لكن قدمت فرادس وقدمت أنا في القاهرة مرضوط كويس طم من الجمهور على أداء الفرق اللي كان يمكن قبل ما نروح قبل نهاية إلى حد ما بسبب الإجهاد وكده ما كانش في أحسن مستوياته المطب ده إزاي نعديه يعني هي قصة في الآخر نكسرت نقطتين لكن انت زي ما كنت بتكلم كابت المصطفى الأهلي لعب ماتش حلو طبعا أنا ما شفتش في التسعين دي أنه الأهلي بيلعب كرة وحشة أو أنه الأهلي مش قادر يوصل لا 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 الأهلي لعب كرة حلو جدا يا أستاذ أحمد يعني حضرتك أنت أول دقيقة في المباراة كرة جات لطاهر واتلعت فوق جون يعني للأسف لو كانت دخلت كان الموضوع هيتغير 180 درجة وإنت على مدار التسعين دي أنت اللي بتوصل أنت اللي على طول أنت اللي فعل أنت ما كنتش في المباراة ردي فعل بالعكس أنت وصلت أكتر من مرة وسبحان الله يعني بص القدر بتاع ربنا الكرة بتاعت محمد شريف اللي هي جات في العرضة اتردت علينا بغلطة بدون قصد من الشناوي ورح اتدخل فينا وبرضو عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا يعني بص الكيمة بتاعت الجماهير اللي بتفهم الجماهير الوعية بتاعت النادي الأهلي بص قد إيه من نسبة لنا التعادل أكن خسارة في فرقة تانية للأسف التعادل من نسبة لأمصاد الأهلي مكسب مكسب طبعا فيعني دي مش كرة كرة أصلا المفروض يعني مكسب وخسارة يمكن اللي أنت تتعادل مع النادي الأهلي إنت عارف قد إيه أصلا النقطة دي من نسبة لك هي مكسب تلاتة بوم. طيب خليني اخد رأيك في القايمة. القايمة بتاع الاعلانة مستر موسماني. وخليني اتكلم معك بقى على ماتش اسموحة بكرة. بس قبل ما نفتح ماتش اسموحة وننتدي كلام فيه. خليني نروح لفاصل. ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن مصطفى عفور. عشان انا في الجزء ده هابدأ كلام في اللي جاي. عايز حضراتكم برضو تبقوا بصين معان. انا عارف ان كل جماهي النادي اهلي بتستانى مباراة بمباراة. بس انا حابب برضو تبقوا في الصورة. تبقوا شايفين شهر سبعة بالنسبة لنادي الاهلي انه شهر صعب جدا. شهر عنيف جدا. كل الظروف فيها يعني للأسف ضد الفرق. اولا انت عندك تلات ماتشاط فضلين قبل ماتش كايزة تشيفز. وتلات ماتشاط يعتبروا ماتشاط قوية. يعني سواء كنا منتكلم على طبعا لعبنا بيرامدس خلاص. عندنا سموحة. عندنا مقاولين. وبعد كده المقاصة وبعد كده رحلة للمغرب عشان تلعب اهم ماتش في السيزن ده مع كايزة تشيفز في نهائي دوري الابطال. ترجع من المغرب. هتريد تخش تاني في الدوري. وطبعا هيقريب عنك خمس ست لعيبة من المنتقه هيلعبه او هينضمه من متخب الاولمبي. وهيكون معاهم في احتمال يعني يعني غد اللحظة دي برضو شاكك في محمد الشدنيو. يعني اللي عارفه انه الستة او السوداسي بتاع المنتخب اللي في الاهلي هيروح توكيو. لكن الموقف بالنسبة للشناوي لانه الشناوي او الاهلي من غير الشناوي في بطولة الدوري. اربع خمس ماتشات كتير. يعني معادلة محتاجة تتحل. طبعا الاولوية المنتخب مصر ده شيء مفهوم وده مبدأ اساسي ما بيتنزلش عنه النادي الاهلي ابدا. لكن في الظروف دي وفي ظل المنافسة دي. الاهلي يلعب علي لطفي وشوبير بس لو واحد منهم اتصاب يعني في حسابات كتيرة جدا معقدة. كابتن مصطفى عفرطة كنت بكلم على كابتن شوبير. كابتن مصطفى عفرطة مرة تانية اهلا بك. خلينا ابتدي معك بمطش سموحة قبل ما اروح للبعيد وقبل ما اتكلم على مشاركة المتخب الاولمبي اخد رأيك. مطش سموحة شايفه ازاي. وشايف الطريقة اللي ممكن يلعب بيها مستر موسيماني هي نفس الطريقة اللي لعب بيها الترجي ولعب بيها بيرامدز ولا نشوف شكل تاني بطريقة اداء مختلفة للنادي الاهلي. لا انا شايف اللي هو يلعب زي ما كنا بنلعب اول ما ابتدى مع النادي الاهلي يلعب باتنين دفندرات ويلعب قدامهم افشا ويلعب بحسين الشحات وطاهر ومحمد شريف. دي من يعني دي وجهة نظر انا. سموحة فرقة كويسة جدا انا متابعة فرقة بتلعب كره كويسة بتلعب كره هجومية. كابتن احمد سامي بيلعب جيم مفتوح ما ما عندوش اللي هو بيدافع والفرقة كلها بترجع وراء لا الراجل بيلعب كره هجومية. ايه. عند احمد عبدالقادر ابننا طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. عاملين سيزن محترم جدا لاتنين السنة دي مع اسموح. فالمطش صعب طبعا. وفي زل الظروف اللي حضرتك بتقولها طبعا اللي انت كل تلاتة بنت انت بتخش عليهم بتخش يا كني مبركس. اه. بتبقى الموضوع يبقى صعب جدا. فان شاء الله يعني انا شايف اللي احنا نبتدي الكرة بتاعتنا الطبيعية خالص. اللي احنا نلعب باتنين دفندرات وقدامهم قافشة. وان شاء الله يبقى المطش بتاعنا. عندي عندي آآ آآ طبعا زمالي البلاونا الدنمارك والتشيك آآ اتنين واحد لصالح الآآ كانت اتنين سفر لصالح الدنمارك وبعد كده تشيك جاب جون رجع في المباراة في شوطة تانية. طيب خليني اخد اخد رأيك في نقطة التدوير شوية. لناس كتير بتسأل طبعا انت عارف فيه ضغط مباراة مباراة في الفترة اللي جاية. طيب خلينا ان اقول اقول لك القايمة. زملا بعطلنا القايمة بتاعت النادي الاهلي. فبل غاية لما اقول لك القايمة كنت بسألك على عملية التدوير دي. مصطفى شوبير علي لطفي. محمد شناوي مصطفى شوبير علي لطفي. محمود وحيد رمي ربيع ياسر إبراهيم. كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن. محمد شريف وآيمن أشرف وحسين الشحات. قليو ديانج عمر السلية صلاح موسن. آآ 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 يا سعاد سمير معلول اكرم توفيق طير محمد طاهر جونيور جاية. دي خايمة النادي لأهلي المانش اسموح بكرة آآ آآ شو محمد شريف مش موجود? نا لأ محمد شريف موجود. موجود واه آآ آآ قلنا محمد شريف. مESE قلنا محمد شريف. نا هما آآ 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 هو اللي مش موجود ناصر ماهر وبدر بنون. بتبعا تلات internation نصر بعيد. بمناسبة ناصر يعني على فكرة ضغط المطشات الفترة اللي جاية. عندك كمان استعادت لمطش كايزر تشيبز. ده مطش مهم جدا. عندك بعد كده سفر المنتخب اللعيبية مع المنتخب الأولمبي. في ناس كتير بعيدة. عندك رجع مثلا محمد محمود. رجع ندفد. رجع محمود متولي. ناصر مهر نتمنى يرجع إن شاء الله قريب. هل في مساحة تدي لهم؟ لأن الناس بتسأل اللعيبة دي هتظهر إمتى؟ أو هل ممكن تشترك لو أنت عما كان مستر مسلماني أو بتفكر مع مستر مسلماني تحط الأسماء دي في التوقيت الحالي؟ ولا الفترة دي صعبة؟ صعب طبعا. صعب أنت حضرتك لسه تأكيدا على كلام حضرتك أستاذ أحمد اللي الموضوع منافسة بقى شارس جدا. فأنت ما عندكش وقت اللي أنا أتحمي اللاعب أو الجمهور ممكن يتحمي اللاعب اللي هو مجرد اللي أنا بجرب. لا مش وقته خالص. مش وقته. لأن اللعيبة كويسة. بس ما تجنبت أكرم توفيق يا كابتن مصطف. أكرم ما شاء الله عنده الملكة دي. أكرم من النوع اللي هو ما شاء الله عنده روح. روح كتالية جمدة جدا. وأكرم من اللعيبة اللي هي ما شاء الله جوكر. يعني باكرايت تلاقيه. دفندر تلاقيه. لو سير دي باكي احتاجته هتلاقيه برضوك. هو عنده الملكة دي سبحان الله. دي حاجة موهبة من عند ربنا من الدهال والميزة دي. فأكرم من اللعيبة اللي هي لا. أنا لو أكرم أنت غايب مثلا سنة ممكن تجيب أكرم تلعبه عادي. ما فيش مشكلة. فيه لعيبة أنت بتستنى اللي أنت لازم أن تستنى عليها مطش واثنين وثلاثة. ففي ظل الظروف اللي إحنا فيها دي يا أستاذ أحمد الملعب مش هيستحمل كمان. أنا عارف بقولك ليه؟ لأن أنت محتاج تريح الناس اللي هل كان بقالها موسمين وراء بعد دي. بالظبط. وفي نفس الوقت محتاج تجهز اللي راجعين من غياب طويل. لأنك ممكن جدا تحتاجهم في الفترة اللي جاية. ما أنت مضغوط. أنت المشكلة بس اللي هي هتواجهنا اللي أنا مضغوط بس مضغوط اللي أنا كل 72 ساعة عالعب مباراة. فأنت مضغوط. فأنت غصبا عنك كمدير فني وأنا مطالب اللي أنا أكسب. أنت النادي الأهل مطالب اللي أنت داخل البطولة عشان تاخدها. مش مجرد اللي أنت بتخش اللي أنا يلا بنقد أداء وخلاص. لا أنت مطالب اللي أنت تخش تاخد البطولة. فلا لو الوقت يسمح لنا اللي إحنا مثلا ما كناش مضغوطين في السيزون دوت بالتحديد. فلا أنت عندك المساحة اللي أنت. إحنا مضغوطين على طولة كابتن عفروتي. أنا عارف بس أنت جاي في وقت رخم جدا خارج من دورة أبطال أفروتي. حتى خليني أقول لك بعد. داخل على الدوري بعد كده هتخش على كاس مصر وبعد كده هتطلع من كاس مصر. يعني أنت بعد النهاء إن شاء الله ويبقى بإذنك يا رب العشرة في الأهل بإذنك. إن شاء الله بإذنك. إن شاء الله. أنت دخل على موضوع تاني خالص. الدوري وعندك السوبر المصر وعندك كاس مصر. فعندك يعني ما عندكش كمان المساحة في الدوري دلوقتي يا أستاذ أحمد. لأن إنت عندك مؤجلك كتير جدا فأنا ما عنديش المساحة أو ما عنديش الصبرت اللي أنا أقدر أدي للعب اللي هو بقاله فترة بعيد. ده أنا بكلمك عشان الفترة دي تحديد. يعني أنت الفترة دي هغيب عنك ستة لعيبة منهم ثلاثة أساسيين معك الفترة الأخرينية. يعني ناصر كان بعيد. أحمد رمضان بيكهم كان بعيد. لكن طاهر، أكرم، الشناوي، صلاح محسن دول كلهم في الصورة. آه طبعا. الطعوم الأساسي طبعا. فلما يغيبوا عنك دول تلت مطشط على الأقل على الأقل يعني ممكن يبقوا ست مطشط. لو المنتخب الأوليمبي كامل ممكن يغيبوا عنك ست مطشط. أنت ساعتها هتبقى مطالب إنك أنت توفر بديل. وده اللي أنا بقوله لك. طبعا. تجيبه مرة واحدة تقوله خد مطشط يعني انتقلة ويرجع مرة أولا أبتدي أجيبهم من دلوقتي. والفرقة كاملة والفرقة محتاجة رايح بعض العناصر اللي ممكن تكون. أنت كنت بتقولي من شوية أنه اللعيب لما بيشبع كرة بيبقاش قادر يطلع كل اللي عنده. وأنا متخيل أنه تسعين في المئة من اللعابة النادي الأهلي شبعانة كورة. لأنها بتلعب بقالها موسمين كل البطلات بتدخلها كل البطلات بتكسبها. فتديهم دلوقتي يتجهز تدخل ولا صعب ده من وجهة نظرة؟ صعب دلوقتي أستاذ أحمد. صعب لأن انت يعني لو إحنا كان عندنا المساحة اللي هي كافية في الدور اللي إحنا نقدر اللي إحنا نستغل اللعيبة دي. أكيد كان هو هيعمل كده لأنه عنده اللعيبة اللي هي بقالها فترة أساسية هو نفسه يريحهم. بس ما فيش فرصة خالص اللي هو يقدر يريح أفشى حسين الشحاتة هو تبتدى يريحه ويديله. طاهر أنت برضوك من الناس اللي هي بتعمل مجهود بدن كو جدا بصراحة داخل الملعب. إيه رأيك في طاهر فترة الأخرين؟ لا طاهر إحنا مستنيين من طاهر أكتر من كده. بس ما شاء الله عليه طاهر يعني حتى لو الكرة مش متوعاة لأ يعني عنده روح وبيرجع. كم في المئة؟ يعني أنت شفته في ماتش بيراميز مثلا من طاهر. كم في المئة من اللي أنت مستني من طاهر محمد طاهر؟ لا طاهر يعني إحنا نقدر نقول دلوقتي يعني أنت طاهر باسم الله ما شاء الله عمال يعلى. يعني أنت سبعين في المئة هو الطاهر. ولو التوفيق كمان مع طاهر اللي هو يحرز أهداف هتلاقي طاهر في حتة تانية. يعني فضله تلاتين كمان. آه تلاتين لأني طاهر من الناس اللي عندها المواصفات والملكة أستاذ أحمد اللي هو ممكن يقدر ياخد الكرة تلاتين متر يقدر يجري بيها. يعمل دريبن يقدر يروح بيها. فهو عنده الملكة دي ما شاء الله. فإحنا مستنيين من طاهر أكتر من كده لأن إحنا جايبين طاهر وعارفين إمته. وخلال اللي أنت في نادي بيوفر لك كل شيء. وبسم الله ما شاء الله يعني أنت كل حاجة متوفرة لك. فإحنا مستنيين منك اللي إيه؟ التلاتين في المية اللي هم بتعطاهر بقى. عفروضته أنت كنت من اللعيبة اللي عندها نقطتين قوة يعني يتمنىهم أي لعيب. فكرة السرعة وفكرة المهار. ودي حاجة النهاردة يعني من أساسيات أي جناح في أي نادي. مش بس في النادي الأهلي. من وجهة نظرك هل بتشوف فيه لعيبة في النادي الأهلي من الممكن توظيفها؟ أو إذا تم توظيفها في أماكن تانية غير أماكن اللي هتعودنا نشوفها. هناخد منها مرضود أفضل؟ ها طبعا. زي مين؟ كهرباء طبعا. كهرباء رقم واحد يعني كهرباء من اللعيبة اللي هي. لو كهرباء الفترة الجاية يا مستر مسلماني اعتمد عليه وإداله وخلى رجله في الملعب. لا كهرباء يبقى في حتة تانية. وأنا أتمنى لكهرباء يلعب تحت الفيرود. أو يلعب فيرود حر. نفس كهرباء. كهرباء يعني نبعده عن الأطراف خالص. لأن كهرباء هيديني أكتر في الحتة اللي أنا بقول لحضرتك عليها. البليميكر ديت أو الفيرود حر كمان. مش فيرود اللي هو يبقى محطة بوكتر. لا يعني يقدر كهرباء عنده الملكة لأن كهرباء من اللعيبة اللي هي جريئة بلغة الكرة. ويقدر يروح واحد ضد واحد. شادو سترايكر يبقى جاي من وراء يكمل منه. بالضبط كده أستاذ أحمد. فنفس شوف كهرباء في الحتة دي. لأن كهرباء هيفيدنا كتير أو في الحتة اللي أنا بقول لحضرتك عليها دي. مين تاني غير؟ في حد تاني غير كهرباء؟ لا فيه حسين الشحات ما شاء الله. يعني أنت حسين بس أنا كنت مع حضرتك قلت لحسين ما يركز مع الميديا ولا يركز مع الناس خالص. بس حسين ابتدى يعني أنا حاسس إنه الفترة الأخرانية كمان إنه حط يسجل. أنا بتهيالي اللعيب لما بيحط جول ده شوية بيرجع له إحساسه بإمكانياته إحساسه بمكانته. فبتهيالي إنه حسين الفترة الأخرانية عايز يركز. عايز يقول أنا مركز وعايز أعمل حاجة. لا حسين يا أستاذ أحمد يعني مش أنا اللي أقيم حسين. حسين اللعب كبير جدا. وحسين يعني ما شاء الله عليه كل مطش بيثبت اللي هو لأ لعب كبير. ولعب لما النادي الأهلي بيحتاجه أو مستر مسلماني بيحتاجه. لا باللاقيه وباللاقيه في الأوقات الصعبة. يعني إحنا مستنين من حسين أكتر من كده. أنا عايز بس أقول لي حسين الرسالة من خلال حضرتك. يا حسين إنت ركز مع جماهيرك بس جماهير الأهلي. مالكش دعو بالحاجات السلبية التانية. لأن جماهير الأهلي هي الجماهير الوحيدة اللي هي بتحبك بجد. والله إنت عارف كابتن عفرطته في الظروف دي. أنا أقول إنه اللعيبة يعني إحنا عندنا شهرين يمكن شهرين. شهرين سبعة وتمانية ستين يوم. أنا محتاج اللعيبة متركز مع أي جمهور. صح. ما هتروحش إلى أي سوشيال ميديا. إقفل ودنك لمدة شهرين. حط تركيزك كله في تمرنتك وفي مطشاتك ومش مطلوب منك أي حاجة تانية. صح. صح. أنت في شهرين بتعمل تاريخ يا أستاذ أحمد يعني. ما شاء الله يعني أنت النادي الأهلي مش مجرد بلعب مطشات وخلاص. لا أنت كل يعني أنت كل سنة زي ما بقول لحضرتك بتشارك في ست بطولات متواصلة. يعني أنت عندك الدوري. عندك كاس ماصر. عندك السوبر الماصر. عندك دورة أبطال أفريكي. عندك السوبر الأفريكي. عندك كاس العلم للأندية. فأنت يعني أنت مطالب اللي أنت كل بطولة بتخشها بتنفس فيها بقوة. يعني أنت بتبقى من الناس اللي هي مصنفة اللي أنت بتاخد أي بطولة بتشارك فيها. فأنت من العيبة يعني الواحد لو في النادي الأهلي. ولبس التشيرتي بتاع النادي الأهلي. لا ده أنا أعمل تاريخ لولاد ولاد ولاد ولادي. شايف المنافسة على نسخة الدوري دي صعبة؟ شايف فرص الأهلي أو حظوظه في التتويج ببطولة الدوري العين من وجهة نظرك؟ هو النادي الأهلي معودناش اللي في حاجة صعبة. يعني خلينا اتكلم مع حضرتك بواقعية والله. يعني النادي الأهلي ما فيش حاجة بتبقى صعبة عليه. النادي الأهلي عودنا اللي هو بطل. وبيبان في المواقف الصعبة. بس الفترة اللي النادي الأهلي فيه هدية. لا احنا مش عايزين نبقى احنا ناس طماعة كجمهور طماعة. وفكر حضرتك الدورة هيبقى في الجزيرة. يعني مهما يحصل ومهما نروح ونيجي إن شاء الله الدورة في الجزيرة. إن شاء الله. رغم منها. ولكن احنا مش عايزين نقصه على اللعيبة. لأن انت معلش انت. في حتة ممكن نشرح الحتة دي شوية. يعني زعف انت برضو كنت لعيب ويمكن تحس أو تقدر تنقل ديل الجمهور أكتر. فكرة إنه المنافس ليك يبقى لعب ماتشاط أكتر فيبقى عدد الفرق أو فرق النقاط. سيبك من حسابية. حسابية إنك لو فزت كل الماتشاط برضو مركز الأول محجوز لي. صح. لكن ده بالنسبة لعيبة الكورة. ضغط إنك أنت مطالب بإنه تعود مساحة التأخير اللي تأخرتها المؤجلات اللي عندك دي. ومطالب بتحقيق العلامة الكاملة عشان تحاول توازن الأمور بشكل طبيعي. ده نفسيا عصبيا اللعيبة مش بكلم إلا بدانية ولا فنية. طيب. أنا حاسس إنه بدانية وفنية نقدر. لكن نفسين وعصبين إزاي تتعامل معاين. هتعمل معا. دي نوع اللود أو البريشر أو الضغط اللي بيبقى على اللعيب اللي مطالب إنه عشان يحصل المنافس بتاعه لازم يكسب كل ماتشاطه عشان يعوض المؤجلات. إنت كده كده مضغوط يا أستاذ أحمد. يعني إنت مضغوط للأسف لأن إنت بتجري وراء المنافس. يعني إنت حتى عدد المباريات لو زي بعض هنقدر نقول آه كرة في الملعب. يمكن إنت مطالب اللي إنت كل ثلاث أيام بتكسب المباراة اللي إنت بتلعبها. عشان خاطر حق المردود اللي هو الإجابة بتاعي اللي أنا أوصل للعلامة الكاملة بتاعتي في الدوري. فغزبا عنك إنت بتبقى مضغوط كلاعب. ومطالب اللي إنت نازل إنت مفيش عندك فصال خلاص. إنت مطالب اللي إنت تكسب. فإنت دايما مضغوط. إنت دايما إنت اللي بتجري وراء المنافس. فإنت عايز تحصل المنافس. فإنت لقدر الله أي ماتش إنت بتتعدله أو أي ماتش لقدر الله خسرت فيه. فإنت تبتدي لأ أنا عمال أرجع. أنا المفروض أوصل لهنا. المفروض أوصل للعلامة الكاملة. المفروض أن أبقى رقم واحد. بتتعامل يعني بتتعامل كل لقاء بيعني لوحده. أو إنك إنت تقسم الدنيا مراحل. إنت عندك ثلاث مطشوات قبل نهائي دوري الأبطال. بعد كده تروح دوري الأبطال ترجع تلعب مطشوات في الدوري تاني. من غير الستة الأولمبيا اللي بيلعبها مع المتخب الأولمبيا. كل مرحلة من دول يبقى ليها تحضيرات؟ كل مرحلة من دول يبقى ليها تعامل من وجهة نظرة؟ ها طبعا. لأن إنت حضرتك زي ما قلنا يا أستاذ أحمد تأكيد على الكلام حضرتك. الضغط بيجي من هنا بقى. إلا أنا راجل بخش المباراة أكأنها مبركاس. لازم نكسب فيها. ما ينفعش إلا أنا تعادل. لأن إنت كالنادي الأهل إنت لما الفرقة بتتعادل معاك من نسبة لها مكسب. طب إحنا من نسبة لنا جمهور الأهل بيبقى أخسارة التعادل. فأنت في المرحلة دي ما ينفعش إلا أنت تتعادل أي مباراة. فإن شاء الله يعني الفترة اللي جاية دي بإذن الله اللعبة إن شاء الله تبقى على قدر المسؤولية بإذن الله. طيب اللقطات دي اللي حضركم شافينه ده يمكن فرقة بعد التمرينة خلصت التمرينة وبتتحرك هتركب البس. تبيس النادي الأهلي عشان يروحوا اسكندريا إن شاء الله المعسكر لملاقات رأيك في الملاقات سموحة بكرة إن شاء الله. رأيك في المستوى الفني والبدني اللي وصلت لي فرقة الأهلي في الفترة الأخيرة. وخصوصا من لقاء الترجي في رادس. بعد مرحلة الأجاز الستيام فاكر أجاز الستيام اللي أخذناه. رأيك في مستوى الفريق بدنياً وفنياً؟ لا يعني إحنا أصلا كجمهور أنا مش أتكلم بقى إلا أنا واحد لعب كورة وكده. لا إحنا كجمهور أصلا إحنا استغربنا بالفرق الفضيع اللي حصل. يعني تغيير إيجابي بطريقة أستاذ أحمد رهيبة كرة جماعية. يعني النادي الأهلي عمل كل حاجة في الكرة ما شاء الله. فالفترة دي لو أي حد لعب النادي الأهلي النادي الأهلي هيكسبه. لأن انت بتلعب كرة جماعية ومشاء الله يعني. محمد شريف كان مفاجأة بالنسبة لك الموسم ده؟ يعني إحنا لو هنقول محمد شريف ما شاء الله يعني نمسك الخشب يعني. إحنا نشكر مسلمان يعني اللي قدر يوظفه بصراحة بطريقة وقدر اللي هو يخليه راس حربة متحرك. يعني الفروض اللي هو المتحرك. يعني مش مديله اللي هو فروض صندوق. لا مخليه حتى أنت بتلاحظ محمد شريف يا أستاذ أحمد. بينزل دايما على الأطراف بيستلم بينزل نص الملعب بياخد الكرة ويروح على المنافس. فلا يعني محمد شريف ما شاء الله عليه يعني. مجد أفشة بيحتاج حد جنبه في حتى دي؟ أفشة كالترخير أستاذ أحمد. أفشة برضك يعيني أنت لعبته متشاك كتير جدا. مريحش خالص ما خدش فترة راحة. فأفشة يعني إحنا مش عايزين نقص على أفشة. أفشة من الناس. أنا مش بقص عليه إنه بقول مثلا. لا أنا بتكلم عن الناس. إنت محتاج. أه محتاج. الناس مش بتقص على أفشة. الناس يعني يرد بشكل كدير على المردود اللي بيقدمه. هو بيقدم مردود كويسة. لكن هسته دا أقول دايما مش بس عشان تريحه. يعني مش بس عشان تريحه لكن كمان عشان يبقى فيه منافسة. تعرف إنك إنت لما بتحس إنك إنت متطمن لما كانك في الملعب إلى حد ما ده ممكن ما يخلكش تطلع مية في المية من اللي عندك. لما بيكون حد يعني بتهالي إنه هاني إن شاء الله ما يرجع ونطمن عليهم الإصابة. بعد تقلق أكرم في الحتة دي. لازم هيشد. لازم هيغير على حتته. طبعا. أكيد يعني إنت عندك نصر مهر من اللعبة ما شاء الله يعني من اللعبة اللي هي لو خدت الفرصة ورجله في الملعب. لا هيفرق مع النادي الأهلي بشكل كبير جدا. يرجع إزاي العيب زي نصر مهر. هيرجع. نصر بداية طبعا. يعني لما طلع بره الأهلي الإعارة مع سموحة قدم موس المحترم جدا. زي ما أكرم تقلق مع الجونة. صح. زي ما محمد شريف تقلق مع أمبي. لما شفته أنا اتفرجت عليه تابعة البطولة كلها. تابعة البطولتين. البطولة اللي هي بتاعت أفريقيا مع المنتخب أوليمبي. والبطولة الثانية المجمعة اللي لعبناها. فاكر اللي لعبنا فيها حتى مع البرازيل. شفت ناصر فيها في أعلى مستوى. يعني قلت الولد ده خلاص استوى بمعنى. صح. لكن جي طبعا إصابة محدش طبعا يقدر يعترض يعني نصيبه وقدره. عطلته شوية. شايف لعب زي ناصر ماهر بالإمكانات دي يقدر يرجع إزاي؟ وإيه الدور اللي على الجهاز الفني عشان يستفيد من إمكانيات ناصر ماهر؟ لاعب زي ناصر ماهر يا أستاذ أحمد بالإمكانيات اللي عنده والموهبة اللي ربنا مدهاله ديت. هيرجع بسرعة جدا. مفيش خوف عليه. هيرجع بسرعة جدا. والجهاز الفني ما شاء الله. الجهاز الفني بتاع النادي الأهل بكيادة مستر مسلماني. يقدر واحد زي ناصر ماهر أعده بدنيا كويس جدا. وأديله في أي وقت. ناصر ماهر مفيش خوف عليه في الحتة بتاعت الكورة والحاجات الفنية دي. ولا تستنى في الأولمبياد ويرجع جاهز من الأولمبياد. يعني انت خد بالك برضو وأنت ما عندكش انت. احنا تكلمنا دلوقتي قلنا على ناصر ماهر مفيش خوف من الكورة. بس انت تخاف اللي انت بقى لك فترة بعيد مش هقدر أديك بكوة. اللي يقل. اللي يقل هقدر أديك بها اللي هو يعني التسعين أو المية في المية مش هقدر أديك. أنا ممكن أديك اللي هو خمسين في المية. لأن أنا عند الكورة وعند الفنيات فأقدر إلا أنا أحل لك حاجات كتير جدا. بس الخمسين في المية التانية البدنية انت بعد كده مش هتلاقيني. فأنا لأ أحضرك بدنيا كويس. والحتة بتاعت الكورة دي مفيش مشكلة. أديك بقى في أي وقت انت تنزل تلعب تخلص لأي مباراة يعني. كورة مسلماني يعني مستوى المسلماني على مستوى النتائج مقدم طبعا إنجازات أرواح. يعني بتغالي إنه الجمهور نادي الأهلي ما كانش يحلم بأكتر من كده. لأنه ببساطة شديدة ما فيش أكتر من كده. يعني أكتر من كده اللي كان نقصك إنك أنت تاخد فضية أو دهبية في كاس عالم الأندية. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقول عليها إنه أخفق في تحييها. صح. ومعتقدش عشان نبقى منطقيين إنه يعني لو ما حققتش بطولة العالم لأن دهي محدش هيقدر يلومك. فاهم قصدي. فبتاع مستوى الأداء أو على مستوى النتائج ما فيش حد يقدر يتكلم في مسيلة المسلماني مع النادي الأهلي. على مستوى الكورة على مستوى الأداء شايف إيه ممكن يضيفه مستر مسلماني أو يقدمه مستر مسلماني في الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي. وهل من الممكن إنه تقول إنه دهي يبتدي يبان السيزن اللي إحنا فيه ده. يعني إنه حاسب على الأداء والكورة في السيزن اللي فاضل فيه مطش نهائي دوري الأبطال وبقيت مسابقة الدوري والكاس وسوبر مصري. ولا نبتدي نحاسب على الأداء مع بداية سيزن جديد. يبتدي مستر مسلماني ياخد فترة إعداد. يبتدي مستر مسلماني يقيم اللعيب اللي معاه. يبتدي يشوفه هو محتاج إيه دعم للفريق. وبعد كده نتكلم في الكورة بتاعت مسر مسلماني. يعني أكيد من المسلم اللي جاي إن شاء الله. لأن إنت ما تقدرش يعني لو هنتكلم ونتكلم بمصدقية. ما تقدرش اللي إنت تتكلم على مسر مسلماني في الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقت. لا الراجل وصل معلش واخد دورة أبطال أفريقيا. والسنة اللي بعدها وصل نهائي. لا مش بكلمك أنا ما قلت لك إحنا متفقين على النتائج. لا أنا مش بكلمك. أعرف إن الكورة بتاعت الأهلي مع مسر مسلماني إنتك كمهور. حاسس إنها يعني ممكن إحنا اتطورنا كتير جدا. نتفقنا في آخر تلات مطشوات حتى مطشو برامل زي حتعدلنا فيه قدمنا فيه كورة حالوة جدا. أنت مفتقد حاجة في كورة الأهلي؟ أو نفسك تشوف حاجة في كورة الأهلي؟ يعني بشكل كبير لا. بشكل كبير لا. عشان أبقى راجل منطقي. يعني أبقى راجل منطقي وجمهور النادي الأهلي. يعني أنت عارف لو لقدر الله في أي حاجة ولا بتاع. الناس مش بتخش على الصفحة الرسمية بتاعت النادي الأهلي. وكل واحد بيكتب التعليقات بتاعته. يمكن إحنا 80% أو 85% لا راجين على الطريقة. يعني أنت ما شاء الله النادي الأهلي بيلعب كورة جامعية. يمكن إستحوذ على الكورة زي النادي الأهلي. دعونا نتكلم منطقيين. النادي الأهلي لا. وبيحقق انتصارات إيجابية كمان مع الكورة. هناك لعيبة طيب. خلينا نسألك سؤال. هناك لعيبة أنت شفتها مثلا. خلينا نقول في الدوري المصري. بسببك من دوري أبطال أفريقيا. أو دوري أبطال أفريقيا. دعوة أبطال أفريقيا. شايف أنها تستحق أنها تلبس فن الله الحمرة؟ بصراحة يتعدى على الصوابع. يعني خلينا نوبا منطقيين. بدون ذكر أسماء. في لعيبة تتعدى على الصوابع. يعني مش أي حد يلبس تشيرت النادي الأهلي. لأن انت لما تجي تلبس تشيرت النادي الأهلي. أنا خمسين في المية أوتوماتيك أصلا. خلاص. عند البطولات وعند الانتصارات وعند كل شيء. الخمسين في المية التانين بيبقى بتوعك انت. انت بقى انت قادر مجهز للتشيرت اللي تبسك. سيبك من الدوري المصري. في أفريقيا. كمين لعيبة شفتهم عجبوك في نسخ الدوري الأبطال تحديدا يعني. وحاسيت ان اللعبة دي ممكن تبقى ضفة للنادي الأهلي. بالرمضان بتاع الترجي. بالرمضان. ده يعني من الناس اللي هي بصراحة ما شاء الله علي. تغشش الجابة دي من أبو علي أصوها. لا الله. علي مقتنع جدا. لا لا لا. أصوها حقيقي حقيقي واحد من أفضل اللعبين. ده إن يستا الكرة الأفريقية. يعني خلينا نبقى. يعني الواحد متفق. يعني إن يستا مرة واحدة حفرته. لا لا لا. لعب ما شاء الله استاذ أحمد مهاري. وبدنيا كويس جدا. وصغير واحد وعشرين سنة. ما شاء الله يعني مش. بالرمضان لعب الترجي. اه اه. لعب الترجي. اه اه. ده من وجهة نظرانا. تمام. في حد تاني غير بالرمضان. في لعبة كتير. بس انت عندك أفضل منهم. يعني في لعبة كتير. كويسة. اه لعبة كويسة. بس أنا عندي أفضل منهم. في الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي. فما أقدرش اللي أنا أجيب أي لعب. آآ. لعب محترف. واللي عندي زيه. أو اللي عندي كمان أحسن منه. طيب. سؤالي الأخيرة. روح يكبأ اليوم 17. المباراة المنتظر. أهم مباراة لأهلي للسيزن ده. الأهلي وكايزر تشيفز. شايف إيه هي فرص النادي الأهلي. مش عارف تفرجت على كايزر تشيفز. تفرجت عليهم. تابعته في المطولة. رأيك في الفرقة إيه. وشايف إيه هي النقطة اللي ممكن الأهلي من خلالها يحسم المواجهة ويتوق باللقاء. أنا تفرجت عليهم طبعا اللي هم كانوا بيلعبوا في المغرب. صاد الوداد. شفت الماتش قبل النهاء يعني. آآ. شفتوا. فرقة يعني هي فرقة متوضعة. وبيلعب على قد إمكانياتهم. هم. بس الحتة الهجومية عندهم في الفرود بتاعهم دوت سريع جدا. سامي بنوركوفيتش. آآ. سريع جدا. وهم. ده فرود. ده فرود زي ما الكتاب يقول. صراحة. يعني هم بيلعبوا على كونتر أتاك. وبيلعبوا عليه هو أستاذ أحمد. ما بيعملوش حاجة غير كده. هم بيدفعوا كويس. وبيلعبوا على الراجل ده. غير كده ما بيعملوش أي حاجة تانية. بس الأهلي بكرة بتاعته. الطريقة اللي هو لعب بها أصد الترجي لا نكسب تلاتة إن شاء الله نحن قابلناهم قبل كده لو تفتكر وكسبناهم كان في سوبر أفريقيا في بداية الألفية مش فاكر إيه 2004 كسبناهم 3 واحد تقريبا كسبناهم 4 واحد 4 واحد 4 واحد دي كان سوبر أفريقيا كسبناهم هنا في القاهرة كان كابتن خالد بيبو أحرز خالد بيبو وحسام غالي وسيد عبد الحفيز وعصام الحضلي الجون الشهير طبعا نورت وشرفت ونتمنى إن شاء الله نكسب بواحد بس إحنا مش عايزين للنجمة العشرة وإن شاء الله بإذن الله أنا متفق معاك تماما إن إن شاء الله اللي أهلي كفيته أرجح من ناحية الموازين لكن التسعين دي بيقولوا كلام تاني خالص التسعين دي هم كل في الكل وهم الحاجة الوحيدة اللي تحسم لنا إن شاء الله بإذن الله التتويق ببطولة دولي الأبطال بشكرك كابتن عفروتو شرفت ونورت وطبعا أهلا وسهلا بيك في بيتك في أي وقت أنا كنت متشرف إلا أنا متواجد في كناتي لنادي الأهلي وبيتي ومتشرف إلا أنا كنت مع حضرتك يا أستاذ أحمد بشكر حضرتك وبشكر كل جماهية لنادي الأهلي وخصوصا الجماهية الحريصة إنها اتبع السادسة واتعلق على السادسة وأنا طبعا بحترم كل تعليقاتكم السلبية قبل الإيجابية وحضرتكم لينا بيخلينا دايما نبص نصحح أخطاءنا إزاي بس أنا لايعتاب صغير على الناس اللي تكلمت على موضوع تشيلسي في دقيقة قبل مختم الحلقة الناس اللي تكلمت على إن أنا قلت هنا إنه الأهلي هيروح كاس العالم والأهلي هيلعب تشيلسي والكلام ده ما حصلش على الإطلاق أو إنه إنتوا سمعتوا من حد إن أنا قلت كده لا أنا كنت بتكلم إن أنا بقول كواحد من الجمهور بحلم تاني إن أنا روح كاس العالم الأندية وإنه اللعيبة الشباب اللي ما خدش قبل كده تجربة إنه يلعب في كاس العالم خاض التجربة السنة اللي فاتت وخد ثقة في نفسه وحقق فيها إنجاز بالميداليا البرونزية فطبيعي جدا طبيعي أنا لو كنت بلعب وحققت برونزية وشاركت في كاس العالم حيكون عندي دوافع إن أنا شارك في نسخة كاس العالم تاني وليه لأ وتكون قدام تشيلسي وأنا من حقي كجمهور من نادي الأهلي إن أنا أحلم إن أنا ألعب في كاس العالم وأواجه تشيلسي في البطولة ده لأنا قلته لكن فكرة إن أنا روحت لكاس العالم وقلت الأهلي يوصل كاس العالم وهنلعب في كاس العالم مع تشيلسي ده ما حصلش وأنا ما نطقتش به أو ما اتكلمتش به وما أصدتش على إطلاق المعنى ده تنسى مع ذلك اهلا وسهلا بكل قرأكم وانتقاداتكم في أي وقت يسعدنا دايما يكون السادسة مسايا هيعبر فيها جمهور النادي الأهلي عن رأي وباشكر حضراتكم باشكر كابت مصطفى عفروته برة تانية شرفتنا ونورتنا وإن شاء الله بإذن الله نا diode حضراتكم بكرة حلقة هتكون خاصة جدا طبعا بمناسبة مطش الأهلي أسموح شكرا